إذن بدأت أولى فيما الاتفاق السلامة في أفغانستان بالنضوج الحكومة الأفغانية تقرر الإفراج عن نحو 1500 سجين من حركة طالبان لترجع الإفراج عن 3500 آخرين الحركة في المقابل اشترضت الإفراج عن كامل 5000 قبل الدخول في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية واتعهد الطالبان بالدخول في محادثات مع الحكومة الأفغانية بموجب الاتفاق الذي توصلت له مع الولايات المتحدة الشهر الماضي لإنهاء 18 عاما من التدخل الأمريكي في الحرب في أفغانستان يبدو أن وضع اتفاق السلام الجديد في أفغانستان يذهب باتجاه التعقيد فالرئاسة الأفغانية نشرت تفاصيل الإفراج عن 5000 من معتقلي طالبان بخطوات تدريجية مشترطة تخفيض وطيرة الحرب ولتمهيد طريق المحادثات المباشرة مع طالبان لإنهاء حرب مستمرة منذ ما يزيد عن 18 عاما المرسوم الرئاسي يحمل توقيع الرئيس أشرف غني ويأتي على شكل دفعات عبر الإفراج عن 1500 سجين في غضون 15 يوما وحال إحراز تقدم في المفاوضات بين حكومة أفغانستان وطالبان سيرتفع عدد المفرج عنهم إلى 5000 إلى جانب أن أفغانستان تشترط على السجناء كتابة تعهدات تتضمن عدم عودتهم إلى ساحة القتال وعلى الرغم من أن الخطوة الأفغانية تعد جزءا من اتفاق وقع بين واشنطن وطالبان في الدوحة أواخر الشهر الماضي إلا أن طالبان اعتبرتها خطوة تتعارض مع الاتفاق مشتريطة الإفراج عن 5000 سجين للمضي بالحوار الأفغاني مع الحكومة وفي سياق المضي نحو مفاوضات سلام أفغانية بين الحكومة وطالبان يبدو أن الحوار يهتز قبيل بدئه إذ إن الحكومة الأفغانية تشترط بدء الحوار مقابل المضي بالإفراج التدريجي عن معتقلي طالبان فيما ترفض الحركة أي شروط فضلا عن أن الاتفاق التاريخي بين واشنطن وطالبان سيمهد لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان بشكل تدريجي إذن للمزيد أرحب بضيفة من كابل الكاتب الصحفي محب الله شريف من واشنطن أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي الدكتور جابريل سوما أهلا بكما أستاذ محب الله ربط الإفراج عن سجناء لطالبان على دفعات تزامن مع أحراز يتقدم في المحادثات مع الحكومة الأفغانية لماذا لا يعجب طالبان؟ أولا أريد أن أقدم تحيتي لكم ولكذلك لضيفكم الكريم ولجميع مشاهدين عبر الأقمار السنعية هذا السؤال بالفعل هو أهم سؤالنا الآن في الساحة الأفغانية لأن حركة طالبان حسب ما اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقية الأمن معها وتوقيع عليها بأن هناك سوف يكون إفراج عن خمسة آلاف سجناء لحركة طالبان المسيونين حاليا لدى الحكومة الأفغانية في سجونها في كابل العاصمة لكن عندما صدر مرسوم أمس وتم توقيعه وبعد ذلك ذهب إلى التنفيذ كما في الدول الأخرى كذلك في أفغانستان هناك مراحل وسلسلة إجراءات يتم عليها حتى يصل إلى النهاية وتنفيذ وبالفعل وصل إلى السجون وبدأت إجراءات الأمنية لتسجيل السجناء الذين أسمأهم في قائمة التي أعطيت من قبل حركة طالبان إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن ذلك طريق وصلت القائمة إلى الحكومة الأفغانية هي الآن تقوم أولاً بإفراج يوم السبت بإفراج ألف خمسمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة سوف يتم إفراج عنهم في مراحل مختلفة وأزمين مختلفة بالفعل وهذا الأمر بالفعل لم يعجب حركة طالبان وقال سهيل شهين المتحدث باسم حركة طالبان في قطر أن هذا الأمر لم يكن متفق عليه وإنما هي مخالفة لما تنص عليه الاتفاقية فالأمر الآن بين كر وفر في تكتيكات دبلوماسية بين حركة طالبان وبين الحكومة الأفغانية وأنا أعتقد أن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان كلاهما إن أجبر على تنفيذ ما في الخطة أو في الاتفاقية فسوف يصل الطرفان إلى الحل النهائي وسوف يتنازل كما تنازل الرئيس الأفغاني في إفراج عن السجنة إن أجبرا دكتور جابريل سوما واشدون كيف تتابع تنفيذ هذا الاتفاق مع حركة طالبان وهو اليوم يتعرض أو يصدم برفض طالبان لإفراج كابل المشروط عن السجنة لها مرحبا لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة كما تعلم تمت الاتفاقية مع حركة الطالبان في فبراير على أن يتم إخلاء سبيل خمس تلاف عضو من حركة طالبان من السجون الموجودة في أفغانستان وكما ذكرت حضرتك وكما ذكرت ضيفك الكريم رئيس الجمهورية يريد أن يخلي سبيل ألف وخمسمائة شخص في الوقت الخاضر على أن يقوم بإخلاء سبيل كل أسبوع حوالي خمسمائة شخص هذا يعني بالنتيجة بأن الولايات المتحدة ترغب في انسحاب قواتها العسكرية في الوقت الخاضر بحدود 8600 عنصر من الجيش الأمريكي وإبقاء البخية في أفغانستان على أمل إخلائهم في غدون سنة واحدة في غدون 14 شهر إلى أن إذا وجدنا بأن الوضع في أفغانستان يميل إلى السلام لكن إن تأزم التفاهم بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بطبيعة الحال سيدور ذلك بخطط الانسحاب الأمريكي وفقا لاتفاق السلام مع حركة طالبان هنا ستتدخل الإدارة الأمريكية ستضغط على من على حركة طالبان أم الحكومة الأفغانية هي الأسهل ربما بالنسبة إليها أعتقد بأن الولايات المتحدة سوف تقوم بالتزاماتها في إجراء مباحثات مع رئيس الجمهورية الأفغاني بالقيام بالتعاهدات تنفيذ التعاهدات التي تم الاتفاق عليها في جميع الأمور الولايات المتحدة كما تعلم أستاذي الرئيس ترامب عندما ترشح سنة 2015 وعد الشعب الأمريكي بأن الولايات المتحدة سوف يسحب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان ورئيسنا من الأشخاص الذين ينفذون ما يعيدوا به وتنفيذا لذلك فهو مصر على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أستاذ محب الله ضيفي من أفغانستان يعني برأيك إذا ما تم تجاوز هذه العقبة الصعوبات التي تعطر الطريق المحادثات المباشرة بين الحكومة الأفغانية والطالبان على ما أعتقد أنه كان يفرد أن تبدأ اليوم العاشر من أذن مارس لكن كيف لها أن تتعاطم هذه المفاوضات أي طالبان وهي لطالما اعتبرت الحكومة الأفغانية دمية بيد الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد أن المسيرة مسيرة عادية لأن الجدول الزمني الذي كان قد تم ترتيبه أو طرحه في العاصمة القطرية دوحة لم يكن يعني كشيء منزل ولا بد أن لا يخالف ويكون يعني كما هو أنا أعتقد أن الأمور لما جاءت إلى المصاري العملي فهناك فرق بين كلمات وطرح هذه الأمور على ورقة ثم تنفيذها على أرض الواقع وأنا أعتقد أن الطرفان يعني الحكومة الأفغانية وكذلك حركة طالبان يسيران إلى نفس المصير وأنا لما قلت أن يتم إجبارهما حركة طالبان وحكومة كابل هذا الإجبار ربما يكون من قبل الظروف الهائكة بالقضية وفي نفس الوقت يعني ما تستطيع أن تكسبه من اللعبة ثالثا من سوف يساندك فيما تكسبه وهذا الأمر بالفعل له أهمية كبرى وأنا لا أعتقد بأن حركة طالبان أو حكومة كابل يعني بإرادة حقيقية يريد أو تريد يعني أن توقف أو أن تعرقل مسيرة السلام لأن مسيرة السلام الآن هو مطلب رقم واحد للشعب الأفغاني فمن يستطيع أن يقف أمام الشعب الأفغاني وبالفعل هناك يعني إرادة حقيقية وملموسة الآن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت لدى المجتمع الدولي ويريد يعني أن يكون حاملا لهذا العبء من مصاريف أفغانستان وموضوعات أفغانستان لمدة أو أمد طويل وهذا الأمر لا بد أن ينزل من هذا المنزل ويكون له استقرار ويعيد البلد إلى حاله الطبيعي والشعب يرجع من دون سلاح وتستقر الأوضاع وبالفعل الآن حركة طالبان والحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي كل الأطراف الآن تعبت من الوضع الذي دارت في البلاد أكثر من أربعين سنة وتحت إشراف أمريكي والقوات الدولية أكثر من ثمانية عشر سنة دكتور جابرييل فيما عددت واشنطن إنجازا تاريخيا توقيع اتفاق السلام مع طالبان قد يصب لمصلحة عادة انتخاب دون ترامب لولاية ثانية هل فعلا تنطق واشنطن بطالبان بنواياها بدعاهداتها فيما يخص الحلفاء وأقصد هنا تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة من جملة الاتفاقيات التي حصلت مع حركة طالبان هو لجم جماح المنظمات الإرهابية مثلا في السنوات الأخيرة القاعدة تقلص نفوذها في أفغانستان على الرغم من أن الطالبان إلى الآن لم يستنكروا وجود القاعدة في أراضيهم وكذلك نعلم جيدا بأن هناك عناصر من الداعش متواجدة في أفغانستان هذا أمر بالنتيجة يعود إلى دولة أفغانستان ونأمل بأن الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها سوف تنفذ من قبل حركة طالبان بحيث أن هذه المنظمات الإرهابية لن تستعمل أفغانستان كمقر لها للقيام بعمليات عسكرية ضد الولايات المتحدة بريكا كيف ترى في نهاية المقاومة مستقبل السياسة الأمريكية في أفغانستان أعتقد بأن الولايات المتحدة سوف يكون لها علاقات طيبة مع أفغانستان إذا ما تم تنفيذ الاتفاقية بحيث أن خركة طالبان توقفت من أعمالها العسكرية فيما يتعلق بالمدنيين الأفغانيين أقصد تحديدا دكتور بشكل أوضح إذا ما عاد الطالبان إلى الإمارة الإسلامية ولم تتخلى عن طريقة تفكيرها ونمط حياتها والسعي لطلبانة المجتمع الأفغاني ستكون هناك علاقات ما بين واشطن وكابل سوف نرى ماذا يحصل أعتقد شخصيا بأن التفكير الطالباني معروف لدينا هنا في الولايات المتحدة هي حركة لها علاقة وثيقة بالطيار الإسلامي المتشدد ولكن نريد أن نرى ماذا سوف يحصل في أفغانستان في الماضي كانت تصرفات طالبان عسيرة جدا وصعبة جدا بالنسبة للمجتمع المدني في أفغانستان أفغانستان نأمل بأن يتحسن ذلك الوضع ولكن من ناحية الشخصية لا أعتقد بأن يمكن تغيير رأي الطالبان في معاملة الشعب الأفغاني أنا أشكرك من واشنطن الدكتور جابريل سوما أساد القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي أشكر من كابل في أفغانستان الكاتب صحفي محب الله الشريف شكرا جزيلا لكم